السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بطلبة وطلبات KCST ومنهج Math 101 معكم مهندس اسلام العبادي هنتكلم اليوم ان شاء الله عن Hyperbolic Functions Hyperbolic Functions هي عبارة عن دوائل قصية دوائل قصية معمول عليها عمليات معينة مجموعة او مطروحة ديني في النهاية دلة بسميها دلة Hyperbolic لو عندي دلة قصية زي نصف E قص X ونصف E قصية X تعالى نجم مع الدلتين دول مع بعض نصف E قصية X بتاخد الشكل ده ونصف E قصية X تاخد الشكل ده امشي مع الدلة دي من فوق ده بعدين ارجع امشي مع الدلة دي من فوق ده هيديك الدلة دي اسمها وشاين X هيديك شاين X النقطة دي واحد دي صفر واحد يبقى كشين صفر يساوي واحد وعند X بمالة نهاية والX بسالة مالة نهاية الدلة بتروح لمالة نهاية اما لو خد دلة زي دي نصف E قصية X هطلع كده وخد نصف أو سالب نصف E قصية X الدلة سالب نصف E قصية X هي نفسها الدلة E قصية X بالانعكاس بالنسبة لمحوى السيناء لان القيمة الموجابة للدلة دي هكون قيمة سالب فهتبقى بالشكل تمشي مع الدلة دي من فوق ده ترجع تمشي مع الدلة دي من تحت كده يديك حاصل طرحهم هنا اديك حاصل جامعهم هنا اديك حاصل طرحهم فيديك نصف E قصية X وده سالب نصف E قصية X حاصل جامع الدلتين دول يبقى كأنه طرح بس هو في النهاية الدلة دي سمها سالب نصف اسمها سالب نصف E قصية X وده سمها نصف E قصية X سالب نصف E قصية X ونصف E قصية X يجمعون مع بعض يبانوا على انهم طرح للدلة دي مع الدلة دي أو جمع الدلة دي مع الدلة دي ان كان يبقى نصف E قصية X نصف E قصية X يديني دلة اسمها شاين X الدلة دي اسمها شاين X مقلوب أو حاصل اسم الدلتين دول مع بعض شاين X هدكو شاين X هدين حكس ما تانش X الدلة دي بتترسم كيف تترسم كده خد السالب واحد هنا خد الواحد هنا يمشي من هنا كده يطلع يرجع للواحد التاني ها دي دلة اسمها تانش من سالب واحد موجب واحد دلة تحرق كده دي اسمها تانش دلة اسمها تانش X دي تانش X هي ناتج اسمت شاين X على كوشان X ودلع دي اسمها كوشاين X ودلع دي اسمها شاين X دلع الشاين X دي دلع فردية يعني المعنى ان F X بسوي سالب F يعني شاين سالب X بسوي سالب شاين X هي دي الفكرة تات الدوال للهايبر بولك فونكشنز جاية من الدوال للقصية عمليات على الدوال للقصية دلع شاين X بسوي نصف E اس X زي دي اس سالب X دي دلة زوجية Y بسوي كوشاين X مقلوبها حاجة اسمها سيش X واحد على كوشاين X ودلع دي شاين X وبتسوي نصف E اس X ناقص E اس سالب X زي ما قلنا هي دي دلع شاين X دي دلع كوشاين X المجال هنا في الحالتين هي اعداد مجموهة الاعداد الحقيقية Real Numbers اما بالنسبة للرنج فهو هنا بيختلف هنا المال النهية بالنسبة للمال النهية المال النهية Real Numbers بالنسبة للشاين X اما بالنسبة لكوشاين X فهي بتسوي من الواحد للمال النهية كوشاين صفر بواحد والمدى المدى فعلا من واحد للمال النهية اما بالنسبة للتانج X فهي بترسم كده من سالب واحد لواحد وي بتسوي شاين على كوشاين بتسوي E اس X نص E بالسالب X على E اس X زي E والسالب X والكوشاين X بتسوي واحد على تانج X بتسوي مقلوب الكسر ده حل شوية مسائل بس قبل من حل شوية مسائل نعرف شوية علاقات تنظم حل النساج علاقات مابين شاين وكوشاين وهكذا والتانج اول علاقة علاقة مهمة جدا كوشاين تربية X ناقص شاين تربية X سوي واحد ما هنثبتها دلوقتي ثانية حاجة واحد ناقص تانج تربية X بسوي السيج تربية X ثالث حاجة واحد ناقص كتانج تربية X بسوي سائل كوساش تربية X هذه علاقات تربط ما بين الشاين وكوشاين والتانش تربية واللسج تربية والكوشاين واللسج تربية والكوشاين واللسج تربية 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 واللس تانش اكس على واحد زائد تانش تربية اكس. يقول لو عندك دل لو عندك كوشين ضع في الزاوية تقدر تعبر عنها بكوشين وشاين للزاوية الوحدة للزاوية نفسها اكس. مسألة كوش تربية اكس ماقص واحد اثبت العلاقه. اثبت ان كوش تربية اكس ماقص واحد زائد كوش تربية اكس. اما تلاقي كوش او كو سيش حاول تحولهم لاصله قوتانش بساول واحد على تانش اللي هي التانش اساسا بتسوي ايه? بساوي صينش على على كو شاين كوتانش تربية دايما اولاً ابتدي من المعادلة حتى عندك معادلة فيقى طرفين ابتدي من الطرف الصعب وحاول توديه او توصله للطرف السهل لان الطرف السهل لو ابتديت به مش هتوصل لحال كتبي medicinal narciss 1 ناقص واحد. الكوتانشي بتساوي كوشاين على شاين. فكوتانشي تربيه بساوي كوشاين تربيه على شاين تربيه. ناقص واحد هتتعبر عن الواحد هنا لو سبت الواحد زمانية مش هتعرف تستفيد من العلاقة بحاجة. فهتخلي المقام شاين بالنسبة للواحد هتعبر عنه بكسر البس تقدل المقام عشان الناتج يبقى واحد ويتخلي المقام شاين زي المقام ده والتالي البس تبقى شاين شاين تربيه طبعا شاين تربيه على شاين تربية بواحد عشان تاخد توحد المقامات هنا تحصل على شيء مفيد تستفيد نفل. شرين تربيه في المقام توحده وهنا كوشان تربية ناقتص شرين تربية. العلقة تتفقنا ان هي بتساوي واحد. واحد عشان تربية بتساوي كوسش تربية. لان واحد على صينش بتساوي كوسش. ازام طرف الشمال بساوي الطرف المية. تأثبت العلاقة. اما بالنسبة للمسألة التانية. واحد زائد تانش اكس على واحد مقصد تانش اكس بسوي ايه اثنين اكس. برضو التانش هحولها لشين وكوشين. عارف ان التانش بساوي سينش على سينش على كوشين. فكل اللي هتعمله انك هتيلي تانش وحط آآ شين على كوشين. هيبقى في البسط شين على كوشين وفي المقام شين على كوشين وهنا موجب وهنا زائد زي ما هي. بعد كده هتضرب تخلص من المقام في البسط ومن المقام اللي هو كوشين ده في الكاسل ده وفي الكاسل ده فتضرب البسط والمقام فيه بالنسبة للكاسل كبير في عيه الكوشين اكس. هيبقى واحد في كوشين اكس زائد كوشين تروح مع كوشين هنا يبقى شاين اكس وبالتالي تحت نفس الكلام بس الاشارة هنا موجبه والاشارة هنا سالبة. قال انت عملت ايه? هزيدنا وصلة دي ايه اثنين اكس هل نشيل كوشين اكس ونعبر عنها بنصف ايه اوس اكس زائد ايه اثنال باكس. وكذلك الشين اكس نعبر عنها بكده? لا. مش هنعبر عن الكوشين والشاين في حالة قصية دلوقت لان هيبقى الموضوع تقيل شوية. مش طرف تتفاعل معا. لكن لو ضربنا في المرافق هنا. هنقدر نحصل على كوشين تربيع اكس ناقص شاين تربيع اكس. وده بيسوي واحد. اذا انت هنا تلمح اللامحة دي. يبقى نضرب في المرافق اللي هو كوشين اكس ناقص كوشين اكس ناقص شاين اكس. هتضرب في المرافق بتاعها اللي هو كوشين اكس زائد شاين اكس. هتضرب هيبقى الجزء ده حد الاولين ده تربيع ناقص الحد التاني ده تربيع يبقى كوشين تربيع اكس ناقص شاين تربيع اكس. وفي البسط هتضرب البسط ده اللي هو نفسه اللي هتضربه في المرافق هو نفس المرافق اساسا فيبقى ده تربيع. يبقى كوشين اكس زائد شاين اكس كل تربيع. كل انا عملته ان انا ده ربط في المرافق ده اللي هو كوشين زائد شاين. ده يديني ده تربيع ناقص ده تربيع ناقص ده تربيع وده يديني كوشين اكس زائد شاين اكس في كوشاين اكس زائد شاين اكس يبقى ده كله تربية ده طبعا بواحد وده هتربع عادي هيبقى الاول تربية زائد التاني تربية زائد اثنين في الاول في التاني يبقى كوشاين تربية كوشاين اكس زائد شاين اكس كل تربية هيساوي كوشاين تربية اكس زائد اثنين في الاول في التاني يبقى اثنين كوشاين شاين زائد مربع الثاني شاين تربية اكس كوشاين تربية اكس زائد شاين تربية اكس اتفقنا ان هي بتساوي كوشاين اثنين اكس واثنين كوشاين اكس اتفقنا ان هي بتساوي شاين اثنين اكس يبقى ده يساوي شاين اثنين اكس زائد كوشاين اثنين اكس تمام هتعبر هنا بقى عن كوشاين بي لأي قس اثنين اكس يبقى كوشاين اثنين اكس بساوي نصف اي اوس اتنين اكس زي اي اوس سالب اتنين اكس. والشين اتنين اكس هي ساوي نص في اي اوس اتنين اكس ناقص اي اوس سالب اتنين اكس. فارق بن ديو دي ناقص وسالب. هتاخد النص عامل مشترك. الباقي عمليه حسابية مش اكتر. النص عامل مشترك يتبقى اي اوس اتنين اكس زي اي اوس سالب اتنين اكس. زي اي اوس سالب اتنين اكس. هتروح على الثالث يتبقى اثنين اي اس اثنين اكس هنا مضروبة في النص برا نص في اثنين بواحد يتبقى اي اس اثنين اكس هذا كله ما في الامر. مثال تالت. في المثال ده. كل اللي هتعمله هل انت عندك كوتانش او تانش او اي حاجة تحولها او سيش او كسيش تحولها للمقلوب السينش او شاين او كده لا. هتعود تعود مباشر بالكوشاين والشاين لان مش هتعرف تعمل اي عملية اعمالية تانية معك. كوشاين اكس بتساوي نص في اي اس اكس زائد اي اس سالب اكس مضروبة في الاتنين. ناقص شاين اكس بنص اي اس اكس ناقص اي اس سالب اكس. بيسوي اثنين. عشان نحل المعادلة دي. هنبصاتها الاول بعد كده هنشوف هيطلع اي معنا. انا عندي هنا اثنين في نص بواحد وهنا نص وهنا اثنين. عايز اخلص من المقام ده اللي هو اثنين. يبقى اضرب المعادلة كلها في اثنين. طرفين المعادلة في اثنين. اللي اثنين اضرب في اثنين باربعة. اللي اثنين في نص دي خلاص اصلا بواحد. لكن هضرب في اثنين كمان يبقى اثنين في ده. اي اس اكس زائد اي اس سالب اكس. ناقص نص في اثنين بواحد. اي اس اكس ناقص اي اس سالب اكس. زي ما هو. هضرب عالي جدا. اثنين في اي اس اكس زائد اي اس سالب اكس يبقى اثنين اي اس سالب اكس. ناقص 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 اي اس سالب اكس. ناق بانك تضرب اي اس اكس. تضرب اي اس اكس يبقى اي اس اكس في اثنين. في اي اس اكس اصلي. يساوي اي اس اتنين اكس. زائد تلاتة اي اس سلب اكس في اي اس اكس. يساوي 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 اربعة. هتضرب الاربعة في اي اس اكس كمان. طفعنا هنضرب الطرفين في اي اس اكس. اربعة اي اس اكس. زبط المعادلة اي اس اتنين اكس. ساعت. حول الاشارة دي. حول اربعة اي اس اكس دي الناحية التانية الاشارة مخالفة. ناق fiz 4 más 3 زندقية organizers. صرف. دي ده لا تربعي. لو ركزت. لو حطت اي اس اكس. بواي. هتلاقي ان اي اس اتنين اكس ده يعبر عن. ع這一 by q u s i y as x. كل تربيعة. اي اس اكس يعني تربيع. تمام. لو وعبرت على اي متغير ولكن. ستلاقي ان ي تربيع. ناقص بقصر بقصاح 1 سي proceed ثلاثة سوف وقصح هذه ال الوص ال transparency دي اتفاقنا ان هي اس كل تربية سواء وي جب thì تساوي ي تربيه عشان كده عاشي انا اس 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 احتنا واض كل تربية سواء في سواء مثل اس اس الان Ray two x 3x Y تربيه. ده لا تربيعي عالي جدا. Y تربيه ساربعة Y زائل تلاتة بسا صفر. هتحللها. على ثين حصل ضربهم تلاتة. ومجموهم اللي في النص. اللي هو اربعة يبقى واحدة تلاتة بتلاتة ومجموهم اربعة. والاشارة موجابة هنا يبقى السالب منك الرر في الحل في الكسين. يبقى هنا Y بتساوي واحد. Y نقص بساوي صفر او. Y نقص صفر. يبقى Y تساوي واحد. يبقى Y تفاني منيها X يبقى X بساوي واحد. تاخذ لن الطرفين يبقى لن e x يساوي لن 1 لن e x يساوي x يساوي لن 1 الحالة الثانية إن y ينقص 3 d يساوي 3 إغواء ب e x يبقى e x يساوي 3 تاخذ لن الطرفين يبقى x يساوي لن 3 لأن لن e x يساوي x لن e x اي حاجة يساوي لأي حاجة يبقى x يساوي 0 و x يساوي 0 3 يبقى هو ده مجموعة حل الماضي مثال رقم اربعة true or false kushion x بساوي 5 على براء only f x بساوي 2 2 يعني العبارة دي صح ولا غلط ومجرد النظر هتلاقي ان العلاقة دي غلط فان لكل قيمة kushion x لها قنطين لل x لان دي للا زوبي فعند كل قيمة لل kushion x هنا كده هتلاقي قيمة هنا لل x وقيمة هنا لل x قيمة موجبة وقيمة ساوي 2x عند ال x بساوي 5 على 4 kushion x بساوي 5 على 4 هتلاقي ان x بساوي 2x وساوي 2x يبقى العبارة دي غلط لكن هنشوف ده بستنس بس لكن هنشوف ده هنسبته ازاي kushion x هنا مفيش حل غير انه تعوض بنص x x x يساوي 5 على 4 هتضرب في 4 x x x x x x بنسف اقص سالب إكس في 24 إ نسف اكس هنفترض انها باي عشان بين ان دي معالة تربعية يبقى اثنين واي تربية ناقص خمسة واي زائد اثنين بيساو صفر ايقس اثنين اكس بيساوي ايقس اكس تربية بيساوي تربية تمام المعادلة دي تتحل بكل بساطة بص اللي دين واي تربية دي عبارة عن اثنين واي فواي والاتنين دي عبارة عن واحد في اثنين بس اخد بالك الواحد تتحط هنا والاتنين هنا ولا الواحد هنا والاتنين هنا افترض ان هي هنا الواحد والاتنين هنا وتأكد بنفسك الاشارة دي موجبة يبقى لشرطين هنا زي بعض بيساوي الاشارة الأخوان نصب هنا سالب هنا سالب طيب اضرب واي في واحد بواي اضرب 2 في 2y ب 4y واي واربعة واي لان الاشارة دي مجابة بيساوي خمسة واي خمسة واي دل في النص يبقى انت صح لو ما يقنش الصح اهلب الواحد والاتنين اكسبا يبقى هنا الاتنين واي ناقص واحد هي ساوي صفر او الواي ناقص اتنين هي ساوي صفر وهنا الواي بيساوي اتنين وهنا الواي اي بيساوي نص تمام ازن انا عارف ان الواي دي بيساوي او اس اكس في الحالة دي او اس اكس بيساوي نص والحالة دي او اس اكس بيساوي اتنين تمام خد لن الطرفين يبقى لين او اس اكس بيساوي لين نص اي او اس اكس بيساوي اقص بيساويs ساوي لين نص اي اقص بيساوي اتنين تاخد لن الطرفين يبقى اكس لين اي بيساوي لين اثنين لين او واحد بيساوي لين اثنين تيمان اعلىلي اكس يطرح ليساوي لين اثنين وقيمة الثاني يساوي لين النص اللي هي سالب لين 2 سالب لين 2 يساوي لين 2 أس سالة 1 والين النص المسألة الأخيرة عن المت بالنسبة للدول اللي فيها الهرباليك فونكشن المت لما الاكس تقتر من ما العنهائي لشين اكس على اي اس اكس هتعوض تعويض مباشرة لتلاقي شين اكس شوية مال نهاية على AXX بAX مال نهاية مال نهاية يسوي مال نهاية على مال نهاية هنحولها لقيمة مال نهاية كل اللي هنعمره ان احنا هنعوض عن شين X بنص AXX طبيعي بتاعي والمقام AXX زي ما هو بعدين نوزع البسط عن المقام يبقى نص AXX ناقص AXX دي معادي فعل واحد ويتبقى النص هنا X يبقى HARRIS تقتل من مال نهاية نص ناقص IXXX ناقص نص فيه صفر افضل صفر تمام نسخة نصف نصفها نصفها نقص فى صفر لنصفها نصف